اشتركوا في القناة ويقتل كل من هو غير مسيحي لاحظ اعتقادهم الان اذا اعتقادهم حتى ينزل المسيح لابد من امور الامر الاول قيام اسرائيل وبناء الهيكل خليني اوقف هنا قيام اسرائيل وبناء الهيكل قيام اسرائيل قامت من هم بدت تنتعش طبعا الاعتقاداتهم وتفسيراتهم قامت اسرائيل سنة الثمانية واربعين وقفزت سنة السبعة وستين واحتلت الارض المقدسة بشيك طيب قيام اسرائيل قال خلاص اذا ديننا صحيح الان الخطوة اللي بعدها قيام الهيكل ولذلك تجدوا انه هذه الجماعات البروتوستنطية الانجليكانية اللي مسميها اليمين المسيحي الجديد او الصهيونية المسيحية تحاول حتى ان تضغط على اليهود هنا واساس اليهود انه لابد من اعادة بناء الهيكل وهذه قضية سبق تطرقنا لها في بناء الهيكل مع اختلافهم اين هو مكان الهيكل فيه قطعات كبيرة بتقول مكان الهيكل هو مكان الصخرة بالضبط وبالتقوا مع اليهود بهذا وفيه منهم بقول لا للشمال شوي في الساحة هاي اللي فيها زيتون والاوقاف اه طبعا مش راضي تشجرها من زمان مش راضي تبلطها من زمان ومشجرينها زيتون وتخلوها ارض هيك كأنها منفصلة عن المسجد مؤامرة من يحسين من زمان على فكرة وليش معنا يعني مش معنى الاقصر ليش مش كلهم مبلط يعني ما انتم شفتوا الحرم المكي قديش واسع ومبلط مش هيك ليش الاقصر ليش هيجي هالشمالية يعني اللي فيها زيتون مش مبلطين ها وحطة زرعوها زيتون لا ليش زيتون يعني كريش ياخي ماشي اذا كانوا لابد ليش ليش زيتون وهيك مشان يشعروا الناس انه اشي غير عن المسجد لانه برضو في بعضهم بقول اه لا الشمال في الساحة هاي اللي الشمالية من وبعضهم بقول لا الهيكل كان هذول مسيحية الانجليكان الهيكل كان في 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 مكان اللي هو اليوم في الشارع بيسموه جورج الخامس جورج الخامس في القدس اه هذا هو قال الهيكل كان هناك ايه اذا كان في اللي سطلع اليوم علم بيك في انا اوخذ الف و الف و ثلاث تلاف حتى اعرف كديش الشعب نسبته نسبة الشعب اه ما هو قلنا ما يقرب من خمسين في المية القضية انتبهت قضية نسبية هو مش بيستطلعوا الخمس وثمانين مليون هو هيك بصير لما يجي يقولوا تسعين في المية من الشعب يؤيد اه 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 فلان هو يعني بكونوا سألوا التسعين في المية في الاستطلاعات ولذلك انتم بتلاحظوا في انتخابات الاسرائيلية دقة الاستطلاعات الى حد كبير جدا بتكون بتفرق مرات ايش اعشار بس انه اللي بدون جا حفلان وبنسبة كزا بتكون الفرق اعشار لانه هذا علم اليوم الاستطلاع علم ماشي? اه. فا اه وبيعرفوا كيف يعني يشتغلوا حتى يكون النتائج صحيحة. المهم احنا مش وضوعنا الاستطلاع كيف? اه اه. بالنسبة للهيكل سبق قلنا انه محل الصخرة ولا ولا بعيد عنها هذا مرهون فينا احنا اذا بشعروا انه احنا الاقصى بيهمنا. واي اعتداء على الاقصى ردود فعب لتكون عنيفة جدا. وقتها مش بيطلع في في الهيكل في جرج الخامس. بيجوز لكوفة الابي. الهيكل. اما اذا بيشعروا انه والله الحليف الاستراتيجي زي ما بيقولوا الناس الاتحال سوفية تنهار. والعرب اليوم بتسألش. والمسلمين بيسألوش. وممكن اه اه وقتها بصير الهيكل محل الصخرة. لانهم اليوم على فكرة هم اليهود لما بيجوا بتطلعوا على صورة القدس. صورة القدس. وسبق لفتنا انتباه لهذه القضية. بتلاحظوا ابرز شيء بالفت انتباه اي شخص بتطلع الصورة ايه? الصخرة. واي انسان يرى صورة للكدس بدون الصخرة بيعرفها. وتيجي تقول له الكدس. اجنبي مش اجنبي عربي يهودي مسيحي. تجيب له صوت الكدس وتقول له هاي الكدس. وفي هاش الصخرة حاضرة هيك. ها? بيقول لك ابدا. ولذلك اليهود. بيقول لك ولم يتهاي الظل تعلن تعلن سيادة المسلمين. هذه الصخرة دائما تعلن سيادة المسلمين. من وين ما تطلع? انسى الصورة. من وين ما بتنظر للقدس? ها? لما بتطلع بتعرف القدس يقولنا من ايش? من الصخرة. والاشي اللي بيواجهك هيك وبيقول لك انا هي. طب شو يعني? الوجود الاسلامي والحضور الاسلامي. هذا برضو له ابعاد سياسية. فهم لما بيقولوا الهيكل والصخرة مكان الصخرة. هذا الحقيقة هو في حرب هم انه وقداش بيشوفوا فينا روح اذا شافونا من موت بيبدوا يقربوا على الاقصى اكثر واكثر. شعروا انه فينا اياه بيبعدوا. والصراع صراع على سيادة في هذه المنطقة. طيب نرجع. الان الجماعات ال 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 نعم. بيسأل سؤال انه وضع بلاط وضع بلاط وطبليط الاقصى بردع اليهود. نعم. اليهود بيعرفوا. بيعرفوا انه اي ابنية واي اضافات في هذا المكان بيجعل ادعاءاتهم شوية تكون اصعب. اصعب. اما لما بكرة يجووا يقولوا ال 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 العالم يا جماعة هاي المنطقة محروثة. وهي المنطقة اطرار. وما ما هيش الاقصى هاي. واضح. غير لما تكون فيها المساطب. وتكون فيها ويكون فيها ويكون فيها. بشكل? اه طبعا هم بيخططوا ليش? وذلك ليش انت لما اجيت فتحت المرواني. وبديت تبلط المرواني. وبديت كده صاروا يتحركوا يقولوا ويعملوا لك دوشي. ليش? كان بمكانهم ببساطة. خليه. بعدين احنا من هد. لا بدهم مش لانه المسألة قدرتهم ما هو مرات. يعني وجودك اقول لك زي المستعمرات. يعني هو بالكم لو لو هذا الجبل اللي احنا على الراس والان هذا الجبل مش هذا جبل هذا لو كان مش مبني فيه. لو كان مش مبني فيه دور وما فيش فيه مدينة وفيش في هذا المسجد. مش كان من زمان حطوا فيه مستعمارة. لا. يعني دوناء المستوطنات جاببين هؤلاء موظمة التحديد. مسوطنات مسوطنات مسجدين مسجدين مسجدين. قضيتها مع اصرائيل قضية السجنات ومستوطنها. طيب. لا مش قضيت مسوطنات و لكن. ولكن الخطير وين? آه. ولكن افهموا علي يا حاج. اللي بقولوا هذا الكلام هذول ناس انا بقول يا اغبيا يا مشبوهين برضو. اللي بقعد وقوله. هي قضيتنا بس المستوطنات? الله اكبر. الناس قاعدة تحكي في المستوطنات. قول اه مستوطنات ولازم تزول. مش مش نقعد نقول. هي قضيتنا المستوطنات? هي? ولا شو قضيتنا? ما هو اسطن استيطان اسرائيل في فلسطين? هي اساس المشكلة? مش اساس المشكلة استيطان اليهود في فلسطين? ولا ولا نيجن كلهم استطنوا كل البلد بدون مقاومة? بدون مقاومة اكل لك? احتلوا اليهود بكرة استوطنوا خمسة وتسعين من فلسطين. نيجي نقول يا اخي اكلكم خذوا هاي الخمسة كمان بالمرة. هذا الكلام لا. الاصل انك تقاوم كل كل وسائل المقاومة. شتى وسائل ولازم توقف انت في في كل ثغرة. مش اذا هدم حصن. واذا احتلوا حصن تروح متراجع انت عن كل الحصون. لا ولا ما احسنها. لكان نسلم العالم العربي كله كمان. ونسلم العالم الاسلامي كمان. ما هو اصلا لولا وجودنا احنا هون. واحنا عزل كمان. وثبتنا كان قضيتنا ماتت من زمان كمان. اللي بقول له قضيتنا مش استطان. هي قضيتنا اكبر من استطان وغيره. بشيك? والغرب اصلا اوجد اسرائيل هون كرأس جسر للسيطرة على المنطقة ومحاربة العرب والمسلمين. وعلى وعلى رأسهم العرب. هم بحاربوا العرب بدرجة اولى. لانهم بيعرفوا انه لا قيمة للمسلمين. ولا وحدة للمسلمين بدون العرب. لذلك اكثر التركيز على العرب. ولانه العرب مهم اصلا غريبية المسلمين. والاسلام بدون عرب. فش اشي اسلام بدون عرب. الان اذا. اذا ما بصير لما نوقف احنا ضد اليهود في اي قضية من القضايا. لما واحد بيجهر بالحق في باب ما بصير انتفه. انتفهم كله. هي قضيتنا هاي? زي ما بصير مع بعض الناس. بوقف يعلم الناس الصلاة. بقولوا له ايا ما في ايش اكبر من الصلاة. الله اكبر. طب نروح القهوة وخلي الناس بابوا قهوة. كلهم في ايش اكبر من هيك. اللي بيجي واحد بدوا يحكي مع الناس عن يوم القيامة. بقولوا له لازم تحكي. هذا كلامه اذا. الاصل لا. انه قاوم اليهود في كل صغيرة وكبيرة. وفي كل مكان. وبديش اياكم تنسوا الان انه احنا الان بشكل عام مع وجود الجواسيس اللي بتحكمنا في العالم العربي والاسلامي. احنا الان ضعاف بالنحية عسكرية. وقوة. وغيرنا قاوي عسكريا وقاوي ماليا. اذا بنسمح له يستمر يتواجد وينتشر كالسراطان. بصير امكانية اجتثاثه في المستقبل. صعب جدا. خصوصا انه هو القوي اكل له. وهو بجوز يسعى كمان لاجتثاثك. وبجوز يسعى لاباتك ابادة. وهو ممكن يكون قادر في لحظة من اللحظات في تآمر الجواسيس الموجودين. ولا لما تيجوا الان انتم للعبة للعبة فرنسا وامريكا في رواندا وقتلوا خلال اسبوعين ثلاث نص مليون انسان اللي بصير في افريقيا هذا. زبح الناس كل يوم الثاني بتسمعوا بالدولة. كل هذا لانه غرب بده بده هذا البلد الافريقي يبقى بلد متأخر ضعيف مشان ينهبوا خيراته الخيرات الهائلة. والان في صراع بين اوروبا على فكرة وامريكا على افريقيا. بين اوروبا وامريكا على افريقيا. وبيذبحوا الشعوب السوداء هاي. وكان ممكن يذبحونا لكن في في عوامل كثيرة بتمنعهم. ولا ايش بيمنع? ما هو مش قال لكم رابين? مش قال رابين انا كوبة. يعني بحب انام والسيك الثاني يوم الاقي غزة كلها في البحر. لو كان بيعرف انه بجيشه بقدر يكتل الناس خلال يومين ثلاث ببيدهم افكرة. واحنا سمعنا في اكثر من مذبحة في العالم قتلت اكثر من مليون. قتلت اكثر من مليون. لكن في عوامل كثيرة بتمنع. احنا بنا نستغل لهذه العوامل في الوقوف امام اليهود ومنعهم من انهم يتقدموا خطوة. هو اللي شو منعهم من السبعة وستين لحد الان? شو اللي منعهم من السبعة وستين لحد الان انهم يقفزوا على الاقصى? في امور كثيرة بتمنعهم. شو اللي خلق قول دماير? لما كانت في محاولة لحرق الاقصى انها تبكي وترتعد وتكون اسوأ يوم مرة عليه في حياتي حرق الاقصى لانها توقعت هجوم دول عربية واسلامية على اسرائيل. في اعتبارات الان دعونا من هذا ما تنطل ليش في الموضوع? وانا بتكلم. خلينا نستمر في الفكرة. الان اه وين كنا?